بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خرق الله أجمعين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف العاشر وأهلا بكم في هذا الدرس المتجدد من درس على الهواء ورحب بكم في هذه المادة الشيقة دائما وأبدا الرياضيات ودرسنا في هذا اليوم هو درس مهم جدا ويعتبر من الدروس الأساسية في الرياضيات حيث ستعتمد عليه في صفوف الحادي عشر والثاني عشر بسم الله نبدأ واللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانثر علينا من خزائنا رحمتك وذكرنا منه ما نسينا عند حاجتنا إليه وصيكم دائما وأبدا بالدعاء و بالمذاكرة الجيدة ثم إن هذا الدرس هو من الدروس الهامة جدا في هذا الموضوع الدوال التربيعية الدوال التربيعية عليها تطبيقات كثيرة و كما أخبرتكم هو عبارة عن درس أساسي يعتبر فلذلك نركز على هذا الموضوع بشكل جيد و تكون الأدوات موجودة معنا فبسم الله نتوكل على الله إذن في هذا الدرس سنتعرف أولا على كون العلاقة تمثل دالة أم لا و كذلك تعريف الدالة التربيعية ثم التمثيل البياني و رسم الدالة التربيعية ثم سنتعرض لموضوع الإزاحة الرأسية و الأفقية للدالة التربيعية حيث أن هناك صورة قياسية لهذه الدالة و هناك عبارة أيضا عن إزاحات لهذه الدالة ستكون على المحور الصيني و على المحور الصادي سنتعرف في البداية و قبل الدخول في موضوع الدالة التربيعية على موضوع مهم جدا ألا وهو البداية الدوال التربيعية هذه الكلمة الدوال ما معنى الدالة لا بد أن نعرف في البداية ما معنى الدالة نحن نتعرض للكثير من المفاهيم لكن إذا ما عرفنا المفهوم لن نستطيع أن نستمر في هذا الدرس أو سيكون الموضوع ربما يكون مربق قليلا إذن سنتعرف على مفهوم الدالة الدوال هناك كثير من العلاقات في حياتنا العملية تربط بين متغيرين أو أكثر طبعا كالعلاقة بين ضغط الدم للإنسان العادي و عمره و العلاقة مثلا بين السرعة و المسافة و الزمن فإننا نعلم أن السرعة مثلا تساوي مسافة مقطوعة على الزمن فالعلاقة مثلا بين ضغط الدم للإنسان العادي و عمره يعطى بشكل عام بالعلاقة ضاد تساوي نصف نون زائد 110 حيث أن ضاد هو عبارة عن ضغط الدم أما نون فيمثل العمر بالسنوات وهكذا كثير من العلاقات الموجودة في حياتنا اليومية تعتمد على الرياضيات وتعتمد على مفهوم ما يسمى بالدوال فالدوال هي عبارة عن علاقات تربط بين متغيرين لذلك درسنا مثلا سابقا أثناء دراستنا نتعرض دائما مثلا إلى صاد مثلا تساوي سين زائد واحد هذه عبارة عن علاقة تربط بين متغيرين المتغير الأول أن نسميه سين هذا عبارة عن المتغير الأول و يطلق عليه الكثيرون هو عبارة عن المتغير المستقل و هذا المتغير المستقل و لدينا المتغير الآخر على وهو صاد و يسمى التابع لماذا يسمى التابع لأن كلما أخذنا قيمة لسين تظهر معي قيمة جديدة لأصاد و هكذا كلما نغير قيمة للسين تظهر معي قيمة جديدة لأصاد إذن نعود إلى العلاقة والتي أخذناها سابقا ألا وهي العلاقة التي تربط بين ضغط الدم والزمن ألا وهو بالسنوات إذن ضاد هو عبارة عن ضغط الدم أما نون فهو عبارة عن العمر بالسنوات أي أن ضغط الدم يعتمد على عمر الإنسان يعتمد على عمر الإنسان سنطبق على هذا الموضوع ولهذا فإننا سننطلق على مثل هذه العلاقة أو سنطلق على مثل هذه العلاقة اسم الدالة إذن من خلال هذا التدريب الأول باستخدام الدالة دال نون وتساوي نصف نون زائد 110 التي تعبر عن العلاقة بين ضغط الدم أو بين ضغط دم الإنسان العادي وعمره احسب ضغط دمك في الأحوال العادية المطلوب حساب ضغط الدم في الأحوال العادية طبعا دائما إذا كان لدي مثل هذه العلاقة أو مثل هذه الدالة نسميها بالمصطلح الجديد فنقول أن دال نون طبعا هنا المتغير نون هناك نلاحظ أن السين تعتمد على المتغير أو صاد تعتمد على المتغير سين صاد هذه تعتمد على المتغير سين أما بالنسبة لضاد فتعتمد على المتغير نون نعود هنا بنفس الطريقة إذن دال نون إذن هذه الدالة والتي تعبر عن ضغط الدم ممكن أن تسمى دال نون وممكن أن نسميها ضاد كما سماها سابقا إذن دال نون تساوي نصف نون زائد 110 نصف نون زائد 110 إذن كلما عوضنا عن نون تظهر معي قيمة جديدة لهذه الدالة وبالتالي كيف يكون أو كيف تكون مثل هذه المسائل أو كيف نحسب ضغط الدم سنعود إلى الجزئية الأولى لكن نلاحظ أيضا في الجزئية باء الجزئية باء أيضا طلب مني دال عشرة أي عندما يكون عمر الشخص عشر سنوات ودال ستين أي عندما يكون عمر أيضا الإنسان ستين سنة كيف يكون ضغط الدم هذا دال ألف دال ألف يختبرني في عملية التعويض يختبرني في عملية التعويض عن نون إذن ولنقم أولا مثلا في ألف ولنعوض عن ضغط الدم سنقول بأن عمر الطالب مثلا في صف العاشر ستة عشر سنة ستة عشر سنة وبالتالي نقول دال ستة عشر مثلا ماذا تساوي سنطبق العلاقة دال نون إذن بدل النون هنا نعوض بستة عشر وتساوي نصف النصف الموجودة هنا أما نون فنعبر عنها بالستة عشر فهي عبارة عن ستة عشر سنة زائد مية وعشرة مية وعشرة هذه عبارة عن ماذا نسميها عبارة عن ثابت إذن دال نون هذه أو مية وعشرة هي عبارة عن ثابت هي عبارة عن ثابت وبالتالي نقوم بعملية التعويض إذن عوضنا عن النون بستة عشر إذن نصف ستة عشر وتساوي نعم ماذا تساوي ثمانية زائد مية وعشرة النصف مضروبة في الستة عشر طبعا تساوي ثمانية زائد مية وعشرة إذن مية وثمانة عشر إذن هذا هو ما يسمى طبعا بحسب عاد الوحدة الموجودة لدينا في ضغط الدم الباسكال أو غيره إذن هنا يتكلم عن إذن سنقول وحدة الضغط وحدة الضغط إذن سنقول بأن الضغط الطبيعي لشخص عمره ستة عشر سنة هو عبارة عن مية وثمانة عشر مية وثمانة عشر وهكذا إذن نقوم بحل الجزئية باء إذن في الجزئية باء طلب مني أيضا عملية التعويض إذن دال عشرة ماذا تساوي دال عشرة أيضا وبنفس الطريقة نقوم بعملية التعويض نقوم بعملية التعويض عن نون بعشرة إذن سيكون لدي نص في طبعا العشرة زائد مية وعشرة إذن نعوض عن نون بماذا نعوض عن نون بالعشرة وهذا يساوي ماذا نقول إذن نصف العشرة ألا وهي عبارة عن الخمسة زائد مية وعشرة وتساوي مية وخمسة عشر إذن هنا سيكون ضغط الدم لمن كان عمره عشر سنوات بيساوي مية وخمسة عشر وهكذا طبعا دال الستين دال الستين دال ألف ماذا تساوي؟ بنفس الطريقة لا أتخوف يعني إذا أعطاني رمز أتعامل مع المسألة بنفس الطريقة التي كنت أتعامل مع الأعداد وبالتالي ماذا يكون؟ يكون لديه نصف مضروب في نون النون سيعوض عنه وهذا يساوي إذن سنقوم بالتعويض عن نون بماذا؟ بألف هذه المرة ولو كان عبارة عن رمز ويساوي ماذا يساوي الناتج؟ هنا يساوي ألف على اثنين أو نصف ألف ألف على اثنين زائد مية وعشرة طبعا لا أجمع الألف على اثنين زائد العشرة أدعي عن المسألة هكذا طيب إذا كان لدي هنا دال ألف الأخيرة هنا الجزئية الأخيرة دال ألف زائد با بنفس الطريقة لا أتخوف من المسألة وعوض تعويض عادي إذن ماذا سيكون لدي؟ إذن هنا أيضا سنقول أن دال ألف زائد با كما في المسألة ألف زائد با ألف ناقص با بأي طريقة إذن هذا ماذا يساوي؟ نقوم بعملية التعويض نصف مضروبة في نون زائد مية وعشرة وتساوي إذن نقوم بعملية التعويض عن نون بماذا؟ بألف زائد با طبعا هنا ملاحظة مهمة لا بد أن أكتب الأقواس هنا ليش؟ لماذا؟ لأنه لو لم أضع مثلا هذه الأقواس سيكون المضروب النصف فقط مضروبة في الألف إذن لابد أن أضع الأقواس وهذا ماذا يساوي؟ ماذا يساوي؟ ألف زائد با على اثنين أضروبه في النصف زائد مية وعشرة إذن عملية التعويض في الدوال لا أتخوف منها إذا أعطاني أعداد سيكون الناتج عبارة عن أعداد وإذا أعطاني رموز فأوعوض ولا أتخوف من المسألة إذن هذه بالنسبة لدالة أعطاني إياها لكن خلونا نشرح بعدنا مفهوم الدالة بشكل أوسع وأفضل بحيث أنها تظهر أو تنفهم بالنسبة لي بشكل أكبر لتوضيح مفهوم الدالة خلونا نتكلم مثلا عن الكاميرا الكاميرا هي عبارة عن مثل وحدة المعالجة مثل الكمبيوتر الكمبيوتر نحن ندخل فيه بيانات ثم تظهر لنتائج الامبوت والاوتبوت عمليات إدخال هذه البيانات ومن ثم استخراج النتائج إدخال البيانات واستخراج النتائج وبنفس الطريقة بالنسبة للكاميرا الكاميرا تمثل الدالة تمثل الدالة التي يكون فيها معالجة المسألة ننظر هنا في السؤال السابق نصف نون زائد 110 هي عبارة عن معالجة القيمة التي أعطاني إياها الـ 16 عالجناها فصارت الـ 16 وكان الناتج معي في الأخير 18 العشرة هنا العشرة اللي موجودة معاي هذه العشرة اللي موجودة معاي ظهر معاي نتيجة هنا ألا وهي أمبيو 15 الألف بنفس الطريقة عالجناها في هذه الدالة فظهر معاي ألف على اثنين زائد 110 وبنفس الطريقة ألف زائد باء وظهر لدي الناتج ألا وهو ألف زائد باء على اثنين زائد 110 وهكذا إذن عملية التعويض بالعناصر ببدل مثلا تعويض عن نون تعويض عن سين يظهر لدي صورة لهذا العنصر الذي عوضنا عنه فسيكون لدي مثلا نحن عوضنا عن مثلا الأعمار التي عوضنا عنها هنا 16 وظهر لدي 18 إذن 16 هذه أدخلناها وكأنك تقوم مثلا بعملية تصوير لمنظر طبيعي تصور منظر أو تصور أي شخص مثلا عملية التصوير هنا عملية إدخال لبيانات معينة في هذه الكاميرا فتظهر لدي صورة تظهر لدي الصورة 16 ظهرت لدي 18 وينجبناها طبعا من التعويض في الدالة من التعويض في الدالة عوضنا في الدالة دال نون فأصبح لدي الناتج هو عبارة عن 18 العشرة عندما يكون عمر الإنسان عشر سنوات إذن سيكون لدي العشرة هي عملية الإدخال العشرة ومن ثم الإخراج ماذا سيكون سيكون لدي أنبياء وخمسة عشر أو جدنا الناتج طيب لو كان عمره مثلا 60 سنة الستين أيضا وبنفس الطريقة سنقوم بعملية التعويض في الدالة الستين مقسومة على الاثنين ماذا تساوي تساوي الثلاثين زائد 110 يعطين 140 أي أن الضغط الضغط العادي لشخص عمره 60 سنة سيكون 140 درسنا موضوع سابق لتوضيح أيضا أكثر وأكثر حتى تكون المعلومة ثابتة لدينا بشكل كبير عندما أخذنا موضوع المجال والمجال المقابل درسنا سابقا هذا الموضوع فإذا كان لدي هنا مثلا عناصر إن سميه عناصر المجال زين وهنا المجال المقابل المجال المقابل إذن ال 16 ماذا تمثل؟ تمثل عناصر المجال تمثل عناصر المجال إذن عندي ال 16 وال 10 وال 60 إذن هي عبارة عن عناصر المجال الموجودة لدي قمنا بعملية التعويض في الدالة وعملية الإدخال هنا في وحدة المعالجة في الكمبيوتر في الكاميرا أو في غيره فما الذي ظهر لدي؟ ظهرت لدي بعض النتائج خلونا نشوف النتائج إذن الـ 16 ارتبطت بـ 118 عملية ارتباط هذا العنصر بهذا العنصر ثم العشرة ارتبطت بالعنصر 115 والـ 60 ارتبطت بالعنصر 140 من عناصر المجال من عناصر المجال عملية الارتباط هذه إذن هي عبارة عن علاقة هي عبارة عن علاقة إذا تكونت لدي علاقة بهذا الشكل إذن نقول بأن هذه العلاقة تمثل دالة هذه العلاقة تمثل دالة إذن هذه العلاقة تمثل دالة أمر آخر أيضا دعوني أوضح لكم إذا كان لدي مثلا لو ظهر معي بهذا الشكل لما عوضنا مثلا بالـ 16 ظهر معي 118 ولما عوضنا بالـ 10 ظهر معي 118 أيضا في هذه الحالة لا تسمى هذه العلاقة دالة إذن إذا ارتبط عنصرين من عناصر المجال عنصرين من عناصر المجال وكان لهما نفس الصورة وكان لهما نفس الصورة إذن في هذه الحالة إذا كان لهما نفس الصورة نعم ربما يطلق عليها دالة عفوا ولكن إذا كان لدي عنصر من عناصر المجال إذن في هذه الحالة إذا كان لدي عنصر من عناصر المجال وله صورتين وله صورتين بهذا الشكل في هذه الحالة لا تمثل هذه العلاقة دالة إذا كان عنصر له صورتين أنت صورت منظر معين وكانت الصورة ليست هي عبارة عن الصورة الحقيقية أو صورت صورة وظهرت معاك صورة وصورت مظهر آخر ويظهر معاك نفس الصورة طبعاً ما يمكن إذن هذه ليس نسميها لا تمثل دالة ولكن لابد أن يكون لكل عنصر من عناصر المجال زي صورة صورة واحدة فقط صورة واحدة فقط ربما يشترك عنصرين في صورة ربما يشترك عنصرين في صورة الست عشر مثلاً صورة 118 العشرة صورته 118 لا بس إذن في هذه الحالة نطلق عليها دالة طيب ولكن العكس عنصر واحد وله صورتين لا تمثل دالة لا تمثل دالة وهكذا طبعاً كيف نثبت هذا الأمر نثبت هذا الأمر عن طريق التعويض في الدالة نفسها المعطاة الدالة نفسها المعطاة إذن دعونا نصحح هذه الشكل طبعاً كما حلناه بس اللهم للتعويض كان إذن هذه العلاقة تمثل دالة عدنا طريقة ثانية إذا كانت الدالة المعطاة هي عبارة عن رسم إذا كانت الدالة هي عبارة عن رسم فكيف نعرف هل هذا الرسم يمثل دالة اختبار الخط الرأسي للكشف عن الدالة يعني إذا كانت لدي رسمة من النظرة بالإمكان أعرف هل هذه العلاقة تمثل دالة أم لا بيان الدالة المرسوم أمامي هل يمثل دالة أم لا إذن المطلوب منك أدوات مصطرة قلم رصاص لعملية التصطير إذن دعونا نلاحظ الرسم الأول الدالة الأولى رقم واحد هل هذه الدالة تمثل أو هل هذه العلاقة تمثل دالة هل هذه العلاقة تمثل دالة هناك طريقة سهلة اختبار الخط الرأسي للكشف يعني نقوم برسم خط رأسي خط رأسي بحيث يقطع منحنة الدالة أو بيان الدالة يقطع هذا البيان طيب كيف يكون من أي مكان طبعا بالإمكان رسمه من هذا المكان أو مثلا من أي مكان آخر حتى ولو كان مثلا هذا الخط الرأسي عبارة عن هذا الخط على المحور الصادي هذا الخط الرأسي يبين لي هل هذا البيان هو عبارة عن دالة أم لا طيب ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أنه لا يمكن رسم يتعذى الرسم خط رأسي يقطع منحنة هذه الدالة أو الخط المستقيم لهذه الدالة زي في نقطتين مستحيل يعني هل يمكن أن ترسم خط رأسي يقطع منحنة الدالة في أكثر من نقطة؟ لا يمكن إذن نسمي هذه العلاقة أو بيان هذه العلاقة العلاقة هو عبارة عن دالة إذن هذه تمثل ماذا؟ إذن تمثل العلاقة هنا تمثل دالة إذن باستخدام اختبار الخط الرأسي خط الرأس ننتقل إلى الرسم الثاني رقم اثنين طيب دعونا نرسم طبعا نقوم برسم مثلا هذا الخط ماذا تلاحظ؟ إذن نلاحظ هنا أن هذا الخط قطع المنحنة في هذه النقطة وفي هذه النقطة في هذه النقطة وفي هذه النقطة نفس الكلام الذي تكلمنا عنه في ما وضحناه هنا ماذا؟ نقول بأن مثلا هذا العنصر الموجود هنا العنصر هذا العنصر الموجود هنا وليكن مثلا ألف أو أي عدد الألف له صورتين له صورة هنا زين وليكن مثلا با وله صورة هنا ولتكن مثلا سالب با إذن عنصر واحد وله صورتين عنصر واحد وله صورتين نفس التوضيح الذي تكلمنا عنه بالنسبة للمجال والمجال المقابل ولكن عن طريق الرسم إذن هل تمثل هذه العلاقة دالة؟ طبعا لا تمثل دالة إذن هذه لا تمثل دالة لماذا لا تمثل دالة؟ لوجود عنصر له أكثر منصورة ولأن خط الرأس طبعا هذه الطريقة سهلة خط الرأس قطع منحنة دالة في أكثر من نقطة في أكثر من نقطة طبعا نقطتين أو ثلاث أو أربع لأن بعض الأحيان مثلا يكون بيان الدالة مثلا بهذا الشكل لدينا الإحداث الصيني والإحداث الصادي وتجد أن بيان الدالة مثلا بهذا الشكل فعندما تأتي إلى رسم ما يسمى بخط الرأس ستلاحظ أنه أو أنه يقطع في أكثر من نقطة في هذه النقطة والنقطة في أكثر من نقطتين في أكثر من نقطتين إذن إذا قطع في نقطتين أو أكثر لا تمثل دالة طبعا هنا عندما نرسم الخط الرأسي الموجود لدينا ما شرط نرسم هذا الخط يعني يمكن أن يكون في أي مكان يمكن أن يكون مثلا خط الرأسي مثلا هنا أيضا سيقطع في نقطتين ولو مثلا في جزء من الأجزاء قطع في نقطة واحدة لكن يوجد أيضا خط رأسي يقطع في أكثر من نقطة إذن هذه لا تمثل دالة لا تمثل دالة إذن دعونا ننطلق إلى رقم ثلاثة رقم ثلاثة طبعا وبنفس الطريقة لو رسمنا المستقيم أو خط الرأسي هنا أو رسمنا مثلا هنا أو رسمنا هنا أو رسمنا في أي مكان لا يمكن أن يقطع نلاحظ هنا قطع في نقطة واحدة خط الرأسي هنا قطع في نقطة واحدة الخط الرأسي هنا في نقطة واحدة وهنا في نقطة واحدة إذن لا يوجد خط رأسي ممكن أن يقطع منحنة دالة في أكثر من نقطة إذن هذه تمثل هذه العلاقة ماذا؟ تمثل دالة تمثل دالة إذن هذه تمثل دالة المسألة الأخيرة أو الصورة الأخيرة نلاحظ أن بيان الدالة أيضا هنا لو رسمنا خط مستقيم ماذا تلاحظ؟ الخط المستقيم طبعا في أي مكانة كما أوضحنا إذن في أي مكان مثلا هنا ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أنه قطع في هذه النقطة وفي هذه النقطة بيان الدالة الرسم الدالة إذن هذه هل تمثل دالة؟ طبعا لا تمثل دالة لا تمثل دالة إذن وضحنا من خلال هذا النشاط كيف نستطيع الكشف عن بيان الدالة أو بيان العلاقة الموجود لدينا أو الرسم الموجود لدينا هل تمثل دالة أم لا؟ طبعا إذا كان لدينا مثلا هذا التدريب تدريب سريع هل يمثل نلاحظ طبعا هنا الرسمة الأولى هل تمثل أي من العلاقات التالية تمثل دالة؟ ولماذا؟ طبعا هنا يتعذى الرسم أي مستقيم يمر بأكثر من نقطة إذن لو رسمت مثلا مستقيم هنا سيمر مثلا بهذه النقطة خط رأسي طبعا لا بد أن يكون الخط هو عبارة عن خط رأسي إذن هذه ماذا؟ دالة إذن هي عبارة عن دالة طيب بالنسبة لهذا المستقيم رقم 2 ماذا تلاحظ؟ أيضا هنا تلاحظ لو رسمنا الخط الرأسي ماذا سيكون؟ الخط الرأسي الخط الرأسي سينطبق على هذا المستقيم وطبعا معنات أن قطع منحنى الدالة أو منحنى العلاقة هذه اللي موجودة قطعها في أكثر عدد لا نهاء من النقاط بل أنه انطبق عليه إذن هذه لا تمثل دالة إذن هنا سنقول لا تمثل دالة طبعا هناك العديد والعديد من التمارين أترك لكم رقم 3 طبعا بالنسبة لرقم 4 رقم 4 حلينا عليها أيضا وبنفس الطريقة بنفس الطريقة طبعا نرسم عذرون إذن سنقوم بعملية الرسم طبعا ربما يأتي واحد مثلا ويرسم في هذه النقطة نلاحظ أنه مر بنقطة واحدة هذا مستقيم صح وخط رأسي لكن أيضا يمكن رسم خط آخر ويقطع في أكثر من نقطة سواء هنا أو في مثلا هذه النقطة نلاحظ إذن هنا يقطع في نقطة واحدة لكن ربما أيضا يمكن رسم مستقيم آخر يقطع في نقطتين الدالة متى تكون دالة؟ إذا تعذى الرسم مستقيم أو خط رأسي يقطع منحنة الدالة أو منحنة العلاقة في أكثر من نقطة إذن هذه هل تمثل دالة؟ طبعا هذه لا تمثل دالة لا تمثل دالة الأخير طبعا سهل ومن أسهل المسائل الموجودة لدينا طبعا نلاحظ لو رسمت في أي مكان سواء هنا يعني في هذه الجهة أو في الجهة الأخرى طبعا سيكون لدي المستقيم لا يقطع منحنة الدالة إلا في نقطة واحدة طبعا هذه هي عبارة عن الدالة الموجودة لدينا إذن هذه تمثل دالة تمثل دالة إذن العلاقة انظر للنتيجة الآن نستنتج العلاقة تمثل دالة إذا تعذر رسم خط رأسي يقطع منحنة العلاقة في أكثر من نقطة إذا تعذر إذن نسميها دالة إذا تعذر رسم لا يمكن يعني ترسم خط رأسي يقطع منحنة الدالة في أكثر من نقطة إذن تمثل دالة تمثل دالة في هذه الحالة الدالة التربيعية تعرفنا سابقا على أنواع كثيرة من الدوال أنواع كثيرة من الدوال الدالة الثابتة الدالة الخطية في هذا الصف نزيد إلى معلوماتنا دالة أخرى ألا وهي الدالة التربيعية والدالة التربيعية هنا يعطينا مقدمة بسيطة والدالة التربيعية من الدوال المهمة التي تواجهنا في كثير من المواقف الحياتية والتطبيقات الفيزيائية وإليك بعض الأمثلة مثلا طاقة حركة الجسم طبعا هنا عبارة عن مسائل أو قوانين فيزيائية وتساوي نصف كاف في عين تربيع الكاف طبعا هي عبارة عن الكتلة والكتلة ثابتة لا يقول واحد أن هنا تربيع طبعا من اسمها الدلة التربيعية معنات في تربيع لدينا لا يقول واحد أن هنا تربيع وهنا أسواحد معنات تكعيب لا هذا هو عبارة عن ثابت الكتلة ثابتة يعني جسم معين ثم تقوم بعملية حساب السرعة بالنسبة لهذا الجسم في أوقات طبعا على سرعات مختلفة وكذلك الشغل المبذول على زنبرك نتيجة لشده أو انضغاطه مسافة فاء في حدود مرونته هو شين ويساوي نصف كاف في فاء تربيع طبعا هنا الكاف أيضا عبارة عن ثابت هوك يسمى ثابت هوك كذلك مثال أخير مساحة المربع ميم سين تعتمد على طول الظلع السين طبعا هو عبارة عن طول الظلع كما وضح هنا وتساوي السين تربيع أي نقوم بعملية تربية طول الظلع فنحصل على مساحة المربع إذن درسنا سابقا دالة وتعرفنا على هذه الدالة وقلنا بأن هذه الرسم الموجود لدي بيان هذه الدالة ماذا تمثل هذه الدالة الموجودة لدي هنا باللون الأحمر المرسومة ماذا تمثل هذه الدالة إذن هي عبارة عن ماذا دالة خطية إذن هذه الدالة هي عبارة عن دالة خطية لأن رسمتها عبارة عن خط مستقيم نوع آخر أيضا من الدوال دائما ما نجد هذه الدالة مرسومة بهذا الشكل وتساوي مثلا ألف ماذا تساوي طبعا هذه الدالة نسميها دالة ثابتة دالة ثابتة أي أن دال سين تساوي دال سين تساوي قيمة ثابتة تساوي مثلا ألف ألف ربما يكون موجب وربما يكون سالب في الأسفل في الجزء السفلي الدالة الخطية هي عندما يكون السين من الدرجة الأولى ويكون بيان هذه الدالة أو العلاقة هي عبارة عن ألف سين زائد جيم أو طبعا بعضهم يرمز لهذه الألف هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن ميم سين الميل مضروب في سين زائد جيم كما أخذنا الجزء المقطوع من محور الصادات ألا وهو عبارة عن جيم في الفصل الأول في هذا اليوم أو الدالة التربيعية أين نجد هذه الدالة التربيعية في حياتنا اليومية؟ نجدها مثلا في الكابل هذه الكابلات التي تكون عملية تعليق الجسور الجسور المعلقة كمثلا جسر أطول أو رابع أطول جسر في العالم مثلا في تركيا طبعا نلاحظ هنا جسر عثمان غازي طبعا هذا الجسر يكون بحسب ما تسمى بالدالة التربيعية الدالة التربيعية التي نتناولها في هذا اليوم إذن نلاحظها هنا نلاحظها مثلا في حركة الدلافين عندما تقفز من الماء عملية القفز أيضا يكون عبارة عن دالة تربيعية سنتكلم عنها أيضا إذن الدالة التربيعية هي دالة من الدرجة الثانية طبعا من الاسم هي عبارة عن تربيع صورتها العامة دال سين تساوي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم إذن ألف مضروبة في سين تربيع نلاحظ ألف وهو عبارة عن معامل السين تربيع زائد إذن ألف هو ما يسمى بمعامل السين تربيع زائد باء صاد طبعا الصاد أو الباء هو عبارة عن أسف باء سين إذن ألف سين تربية زائد باء سين زائد ما يسمى بالحد المطلق أو الخالي من سين أو هو جيم عدد إذن هذه العلاقة دال سين أو الدالة دال سين تساوي ألف سين تربية الألف هو العدد الذي يكون أمام السين تربية والباء هو العدد الذي يكون أمام السين وهنا عبارة عن الحد المطلق أو الخالي من سين حيث طبعا هنا لا بد تنتبه بعض الملاحظات مهمة جدا في التعاريف حيث ألف با جيم تنتمي إلى حا مجموعة العداد الحقيقية والألف لا تساوي الصفر لماذا الألف لا تساوي الصفر؟ الألف لا تساوي الصفر لأن الألف إذا ساوت الصفر ستعدم السين تربيع صفر في سين تربيع طبعا الصفر لما نضربها في أي عدد فهي تعدمه تماما فيكون عندي ستكون المعادلة هي عبارة عن دالة خطية دالة خطية إذن هنا أمثلة بسيطة في كيفية استخراج المعاملات طبعا على السريع نلاحظ أن الاثنين هو عبارة عن معامل السين تربيع ألا وهو الألف الثلاثة هو عبارة عن معامل السين إذن الباء هو عبارة عن الثلاثة والواحد الحد المطلق ألا وهو عبارة عن جيم طيب رقم اثنين عندي معامل السين تربيع بالسالب نعم أكتب هذا المعامل بالسالب أكتب أي معامل بإشارته إذن سالب خمسة سين تربيع إذن سالب خمسة هو معامل السين تربيع ناقص نص سين إذن سيكون معاي الباء ويساوي سالب نص طيب إذا إذن ما موجود معاي جزء هنا حد خالي من سين إذن سيكون الجيم يساوي صفر ما عندنا مشكلة رقم ثلاثة دال سين تساوي صفر فاصلة أربعة أربعة من عشرة سين تربيع إذن سيكون لدي هنا فقط الألف يساوي أربعة من عشرة أين السين معامل السين وأين الحد المطلق غير موجودات إذن الباء تساوي صفر والجيم تساوي إذن هنا نقطة مهمة الباء تساوي الصفر والجيم تساوي الصفر رسم الدالة التربيعية دعونا ننتقل إلى موضوع كيف يكون رسم الدالة التربيعية طبعا هنا نحن وضحنا كيف يكون شكل الدالة التربيعية لكن إذا طلب مني عملية الرسم لهذه الدالة التربيعية إذا رسم الدالة التربيعية وهنا أمر مهم جدا أيضا نلاحظ هام جدا ما هي النقطة المهمة هنا نلاحظ بداية نتعلم سنتعلم كيفية إيجاد رأس المنحنى رأس الدالة التربيعية طبعا الدالة التربيعية لها طبعا شكلها عبارة عن شكل متناظر شكل متناظر لها رأس في الأسفل دعونا نلاحظ هنا نلاحظ وجود رأس ما يسمى برأس الدالة التربيعية رأس الدالة التربيعية بيان الدالة متناظر هنا حول محور ما هو المحور هذا المحور نلاحظ الشكل على يمينه وعلى يساره نفسه الفتحة لأين تكون الفتحة؟ طبعا هنا الفتحة للأعلى الفتحة تكون للأعلى إذن كيف نرسم هذه الدالة؟ سنحتاج مهم جدا إلى معرفة طبعا هذا الرأس مهم جدا معرفة هذا الرأس هنا إذن كيف بالإمكان إيجاد كيف يمكننا إيجاد رأس هذه الدالة التربيعية؟ نلاحظ من خلال التدريب رقم أربعة تأمل الرسومات التالية وأكمل الجدول في دفترك ثم دون ملاحظتك نلاحظ الدالة الأولى هذه عبارة عن دالة الأولى وهي عبارة عن دالة تربيعية كما عرفنا في الشكل السابق طيب أين الألف؟ طبعا هناك علاقة بين هناك علاقة بين الرأس الرأس لهذه الدالة التربيعية والمعاملات معاملات السين تربيع أو السين أفوا إذن الدالة دعونا الدالة الأولى دال سين تساوي سين تربيع ناقص واحد الألف ماذا يساوي؟ الألف هو معامل السين تربيع طبعا هنا ستكتب يساوي واحد الدالة الأولى هذه الدالة الأولى طيب هنا سيكون لدي دال سين ماذا تساوي؟ أو طبعا هنا لا يقوم بعملية الرسم إذن هي عبارة عن بيانات فقط إذن الألف ألا وهو معامل السين العدد الموجود هنا عفون هو يساوي الواحد طيب الباء الباء هو معامل السين والسين غير موجودة هنا إذن سيكون يساوي الصفر الآن النقطة المهمة جدا 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 هذه العلاقة سالب باء على 2 ألف هذه العلاقة هي التي يمكن من خلالها إيجاد الإحداث السيني لنقطة رأس المنحنى نلاحظ الإحداث السيني لرأس أو لنقطة رأس المنحنى ستوجد من خلال عملية تطبيق سالب باء على 2 ألف سالب باء على 2 ألف طبعا بعملية التعويض طبعا سهلة عملية التعويض سالب باء طبعا هنا سالب والباء هي عبارة عن صفر مضروبة في 2 ألف في 2 في 1 طبعا ماذا تلاحظ هنا نلاحظ أن سالب صفر طبعا صفر إذن صفر على 2 مضروبة في ألف ماذا تساوي تساوي صفر تساوي الصفر إذن الإحداث السيني لنقطة رأس المنحنى ما هو الإحداث السيني؟ سين يساوي الصفر سين يساوي الصفر طيب هناك تساؤل أي نقطة موجودة على الإحداثيات فيها إحداث السيني وإحداث صادي كيف نتحصل على صاد؟ نقوم بعملية التعويض في الدالة نقوم بعملية التعويض في الدالة طيب دعونا نطبق على مسألة أخرى مثلا دالة أخرى ولتكن مثلا هذه الدالة دال سين تساوي سالب سين تربية ناقص 2 سين ناقص 2 ما هو معامل السين؟ ما هو معامل السين تربية؟ هو عبارة عن سالب 1 ما هو معامل السين؟ هو عبارة عن سالب 2 إذن نقوم بعملية التعويض سالبة إذن سالب سالب 2 على 2 مضروبة في الألف الألف تلاحظ أن الألف فيها سالب إذن سالب 1 كل الأعداد بإشاراتهن إذن ماذا يكون لدي الناتي؟ سالب سالب 2 طبعا السالب الموجودة في القانون سالب سالب 2 إذن ستكون لدي عبارة عن 2 بالموجب السالب السالب موجب و 2 مضروبة في سالب 1 هي عبارة عن سالب 2 إذن سيكون لدي الناتج هو عبارة عن سالب 1 إذن ما هي قيمة الإحداث السيني لنقطة رأس المنحناء هي عند سين تساوي سالب 1 وبنفس الطريقة طبعا بالإمكان إيجاد بقية العلاقات سواء هذه العلاقة أو هذه العلاقة إذن نقوم بعملية الرسم طلب مني أرسم الدالة دال سين تساوي سين تربيع وهي عبارة عن أشهر دالة من دوال الدوال التربيعية دال سين تساوي سين تربيع كيف نقوم بالرسم؟ هناك لدي أيضا خطوات و خطوات سهلة ما هي هذه الخطوات؟ دعونا يا شباب ننطلق إلى هذه الخطوات إذن أولا نحدد الإحداث السيني لنقطة الرأس لنقطة الرأس ألف ماذا تساوي؟ تساوي 1 طيب الباء ماذا تساوي؟ هل موجود هنا في هذه الدالة سين؟ غير موجود إذن الباء بالصفر و طبعا الجيم تساوي الصفر كما أوجدنا إذن سيكون لدي الألف نوضح هنا الألف إذن ما هي الإحداث السيني لنقطة الرأس؟ ما هو الإحداث السيني لنقطة الرأس هنا؟ سيكون أيضا إذن الإحداث السيني سين تساوي سالب باء كما تعرفنا في الجدول السابق على 2 مضروبة في الألف وتساوي طبعا سالب الصفر وهي عبارة عن صفر على 2 في الواحد و يكون الناتج صفر نقوم بوضع السين الآن نقوم بعملية توضيح أو وضع جدول الجدول سيكون بهذا الشكل بحيث أن السين الموجودة هنا ستأخذ قيم سين كما نرسم في أي دالة من الدوال هنا ستكون الصفر و ستكون هنا بقية القيم ما هي بقية القيم؟ سيكون هنا لدي سالب 1 سالب 2 سالب 3 و نقوم بعملية تعويض الواحد والاثنين والثلاثة بهذا الشكل الآن نوجد النواتج سيكون لدي من أين نوجد النواتج؟ طبعا بالتعويض في الدالة عملية إيش؟ المنتاج و عملية معالجة البيانات سيكون في الدالة ألا وهي دال سين تساوي ماذا؟ سين تربيع الدالة الموجودة لدي هنا هذه الدالة المطلوب رسمها سنقوم بعملية التعويض إذن الصفر تربية طبعا ستكون عبارة عن صفر هذه النقطة نقطة الرأس إذن صفر و صفر النقطة الأخرى سالب 1 تربيع إذن ستكون لدي 1 سالب 2 تربية عملية تعويض عن السين فقط إذن ستكون 4 سالب 3 تربية ستكون عبارة عن التسعة وهنا الواحد تربية هي عبارة عن الواحد والاثنين تربية أربعة والثلاثة تربية هي عبارة عن تسعة الآن نحدد النقاط الموجودة لدي النقطة صفر و صفر ماذا ستكون ستكون هذه النقطة ثم النقطة إذا انتهينا من هذه النقطة النقطة الثانية الواحد مع الواحد هذه النقطة واحد مع واحد ورقة الرسم البياني ولابد أن يكون الرسم البياني يعني موضح بشكل جيد الاثنين معها الأربعة هذه الاثنين على الإحداث السيني والأربعة الموجودة لدي هنا والثلاثة عندي الثلاثة مع التسعة الثلاثة مع التسعة طيب من الجهة الأخرى السالب واحد هذه السالب واحد معها الواحد وسالب اثنين معها الاربعة سالب اثنين والاربعة والسالب ثلاثة معنا التسعة معنا التسعة الآن الخطوة الأخيرة نقوم بعملية توصيل لهذه الدالة كيف سيكون التوصيل؟ طبعا تنتبه التوصيل يكون بهذا الشكل لا تقوم بعملية التوصيل بالمصطرة يعني تقريبا نضبط الرسم شوي عملية التوصيل يكون بالقلم لأنها عبارة عن منحنة ولا نقوم بالتوصيل بالمصطرة إذن هذه الدالة تمثل ماذا؟ تمثل الدالة التربيعية تمثل الدالة التربيعية لاحظ المنحنة ذو فرعين ومتماثل بالنسبة لمستقيم رأسي يمر برأس المنحنة المنحنة مفتوح من الأعلى أقل قيمة للدالة هي عند سين تساوي صفر هنا عند الرأس أقل قيمة الإزاحات الإزاحة طبعا هذا الشكل اللي هي الدالة التربيعية ربما تتحرك لليمين أو لليسار وربما للأعلى أو للأسفل عمليات الإزاحات عمليات مهمة جدا طبعا ستلاحظ من خلال الرسم أو من خلال شكل الدالة أين ستكون الحركة طبعا سنأخذ هذا الشكل وهو عبارة عن شكل أو دالة نسميها عبارة عن دالة في الوضع القياسي في الوضع القياسي لماذا نسميها في الوضع القياسي لأن الرأس هنا صفر وصفر إذا تحركت للأعلى إذا تحركت للأعلى كهذا الشكل مثلا الشكل الأول ألف سيكون هناك إزاحة بالنسبة للإحداثي الصادي إذن سيكون لدي مثلا تحركت إلى الواحد ستكون نفس الدالة دال سين تساوي سين تربيع والتغير سيكون في قيمة صاد يعني مثلا السين تربيع لما نعوض بالصفر يعطيني صفر طيب زائد واحد سترتفع إلى الواحد ستكون قيمة الصاد مرتبطة بهذا العدد زائد الواحد طيب عندما تنزل للأسفل ستكون بنفس الطريقة دال سين تساوي سين تربيع ولكن ماذا؟ ناقص واحد إذن زائد واحد ستكون الإزاحة لماذا؟ للأعلى طيب ناقص واحد ستكون الإزاحة للأسفل هذا بالنسبة للإزاحة الرأسية أما إذا كانت لدي عبارة عن إزاحة أفقية نفس الدالة تحركت لليمين سيكون التغير في السين في السين نفسه السين تربيع يعني ستكون نفس الدالة دال سين تساوي لن نقول سين تربيع وإنما سيكون هناك تغير بسيط خلونا نشوف هذا التغير هو عبارة عن سين ولكن طبعاً لاثنين بما أنهب الموجب هنا سيكون لديه هنا بالعكس ناقص اثنين والجهة الأخرى طبعاً الوقت يدركنا ولكن نوضح شيء بسيط بس دال سين تساوي أيضاً هنا وبنفس الطريقة الحركة لليسار إذن هنا كانت الإزاحة لأين؟ لليمين إذا وجدت سين ناقص اثنين إذن لليمين الكل تربيع التغير في السين سين تربيع هنا دال سين تساوي سين زائد اثنين إذا وجدت زائد اثنين طبعاً الكل تربيع إذن ستكون الإزاحة لأين؟ لليسار الإزاحة لليسار إذن تعرفنا على موضوع الدالة وتعرفنا متى تكون العلاقة هي عبارة عن دالة وكذلك تعرفنا على الدالة التربيعية وكيفية تمثيل هذه الدالة التربيعية ورسمها وكذلك إلى موضوع الإزاحات دائماً نوصيكم بالمذاكرة وبالاجتهاد أولاً بأولاً المادة مادة سهلة وهذا الموضوع هو عبارة عن أساسيات ذاكروه بشكل جيد نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة